تخيل كده انك لو سمعت الفيديو ده للنهاية هتطلع بموقع بالشكل ده موقع باللغة العربية وموقع الرسال رسائل مجهولة أو بالمعنى بتاعنا هو موقع صرحني بيتهيأ لي صدفك كتير على مواقع التواصل الاجتماعي مواقع زي كده مزيتها انك انت بتلاقي لينك لصفحة وبقولك قل لي رأيك فيه وليكن مثلا احنا هنقول رأينا في الشخص اللي هو اسمه مصطفى امين فطبعا بنلاقي اللينك بتاعه موجود في الصفحة بتاعة الفيسبوك بتاعته كل اللي احنا بنعمله ان احنا بعد ما بيبعت لنا اللينك بنيجي هنا كده نكتب له كل المميزات اللي فيه مصطفى انت شخص محترم انت وانت وانت لو مش عارفين نواجهه بنقول كل العيوب والمميزات اللي فيه بدون ما يعرف اسم الشخص المرسل او الراصل ده هو مين بنبعت له ونعرفه كل المميزات والعيوب اللي فيه بدون ذكر اسمقنا وبدون ما يعرف مين اللي بعت له الكلام ده ممكن نقوله انت شخص محترم ممكن نقوله اي رسالة بناءة نقوله مميزات وعيوب ونقوله ارسالة بدون ما نسجل في الموقع وبدون اي حاجة كده تم ارسال الرسالة بنجاح بنروح على الاكاونت وبنعمل ريفريش اللي هو بتاع مصطفى الاصلي فبنلاقي الرسالة وصلت هنا كده باسم شخص مجهول يعني الرسالة بتروح وتقدر تستلم كمان الرسائل وتقدر تعبر عن الرسالة ديت بدون معرفة الشخص الراسل او المرسل حلقتنا النهاردة هي طريقة انشاء موقع صراحة من الصفر بسكريبت جميل بسكريبت سريع بسكريبت 48 دولار هتدهولكم مجانا بطريقة بسيطة جدا للمبتدئين تابع معانا للنهاية وهتطلع بشوية معلومات محترمة حتى لو مش هتشتغل على الموقع ده من باب العلم بالشيء اولا كده هتلاقيني سايبلك تدوينة كاملة اسفل الفيديو موجود فيها كل الاحتياجات اللي هنحتاجها في الشرح ده سواء استضافة سواء دومين سواء سكريبت سواء مميزات لسكريبت سواء طريقة التركيب او اضافة الصفحات او تركيب الاعلانات وكمان الروابط المذكورة كلها هتلاقوها في التدوينة ديت التدوينة دي هتسهل عليكو كتير كل اللي عليك ان انت تفتحها في صفحة تانية وترجع تكامل معانا الشرح بتاعنا اول حاجة هتحتاجها وهي استضافة الاستضافة هي المكان اللي انت هتستضف فيه الزبائن او الناس اللي هتزور الموقع بتاعك وده مش هيكون ببلاش في مواقع كتير جدا بتقدم استضافات منها استضافة نيمشيب منها استضافة وستنجر وستجيتر وغيرها بس انا في الشرح ده هستخدم استضافة وستنجر لاكتر من سبب اول حاجة ان هي بتدي خصومات كويسة تاني حاجة موجود خصم باسم الاحباب على الخصومات الاضافية تالت حاجة بتديلك دومين مجاني لو خدت استضافة من عندهم والدومين ده اللي هنتكلم ان شاء الله عنه في النقطة اللي جاية تاني احتياج من الاحتاجات هي دومين والدومين ده بيكون العنوان بتاع المحل بتاعك اللي المفروض هو موجود على الانترنت لو هنشبه بالمحل فالعنوان بتاع المحل هو اسمه عندنا دومين الدومين ده اللي حضرتك هتاخده وتحطه في بوست عندك في الصفحة بتاعتك علشان الناس تبدأ تقول رأيها فيك والدومين ده بيتحدد سعره على حسب الاسم بتاع الدومين وعلى حسب قوته وعلى حسب المكان اللي بيقدم لك الدومين بيتراوح سعره ما بين 12 دولار او 11 دولار في السنة بس لو استخدمت انت استضافة وستنجر هتاخد الدومين ده ببلاش علشان كده انا هستخدم استضافة وستنجر هضرب عصفورين بحجر تالت حاجة وهي الاسكريبت المناسب طبعا انا وضحت لكم في بداية الفيديو الاسكريبت اللي هنشتغل عليه الاسكريبت ده هو معرب جاية معرب وتقدر تستخدمه باللغة الانجليزية برضو وزي ما واضح قدامكم ان تمن الاسكريبت ده 40 دولار وكمان شريه من الموقع ده 37 شخص انا هسيب لكم رابط الاسكريبت ده برضو من الروابط اسفل الفيديو وتقدر تحمله بطريقة مجانية وهنستخدم برضو حاجة اسمها SMTP وبدون ما نطيل في الكلام هنبدأ الشرح العملي مباشرة اول حاجة علشان تشتري الاستضافة والدومين انا تكلمت عن طريقة الشراء في الفيديو اللي فات بالنسبة لطريقة الشراء هي بسيطة جدا هتدخل على الفيديو اللي فات اللي هو اسمه للمبتدئين كيفية بناء موقع ورد بريس احترافي جدا بكل سهولة بعد ما هتدخل عليه هتنزل في الوصف بتاع الفيديو هتضغط على اضافة المزيد وتيجي هنا كده عند طريقة شراء الاستضافة والدومين وتضغط على الوقت بتاعها هيبدأ يشرح لك مباشرة طريقة شراء الاستضافة والدومين وكمان كود الخصم بدون اي مشاكل تماما بعد ما هتشتري الاستضافة والدومين وتفعلهم زي ما هو موجود في الشرح اللي فات ده علشان بس نؤثر الفيديو على حضراتكم هنبدأ مباشرة نحمل الاسكريبت هنشوف هنحمل الاسكريبت ازاي كل اللي عليك انك انت هتلاقي رابط تحميل الاسكريبت موجود في التدوينة من هنا هتدخل عليه هيدخلك على صفحة التحميل مباشرة يبقى بعد ما هتدخل على الرابط بتاع تحميل الاسكريبت هتلاقي الصفحة دي كل اللي عليك ان انت هتضغط على كلمة download بعد كده هيحمل لك الملف بالشكل اللي هو موجود ده بعد ما هتسجل دخول على الاستضافة بتاعتك هتفتح لك بالشكل اللي هو ده هتنزل تحت شوية عند مدير الملفات وهتضغط عليها بعد ما هتضغط عليها هيوجهك تلقائيا لكل الملفات اللي موجودة عندك انا علشان عندي اكتر من domain هدخل على كلمة domain وهختار الdomain اللي انا هشتغل عليه او اللي هرفع عليه الاسكريبت هيجيب لي public html هضغط عليها مرتين وهلاقي هنا كده كل الملفات انا علشان هبدأ معكم من اول وجديد هحزف كل الملفات معادة الملف ده بالنسبة لي انا هحزف كل الملفات معادة الملف اللي هو احنا هنرفعه دلوقتي واللي قرتي انا هرفعه من شوية طبعا انت المفروض هتحذف كل الملفات اللي موجودة في الفولدر ده اولا كده هتيجي عند كلمة upload files هتختار الفايلز هتختار على الاسكريبت اللي احنا حملناه وهتدوس على open هيبدأ يرفع معك الاسكريبت لحد ما يظهر بالشكل اللي هو ده كده كل اللي عليك ان انت هتعلم عليه بالشكل اللي هو ده وهتيجي عند click main وتيجي عند كلمة extract وهتضغط على كلمة extract extract هنستنى لما عملنا extract او استخراج للملفات كلها وهنشوف دلوقتي هنستخدمها ازاي كده completed او كده تم عمل extract او استخراج هنضغط عليه مرتين هنضغط على الملف الجديد مرتين هنعلم عليهم كلهم هنروح على كلمة move بعد كده هنروح على كلمة change بعد كده هنضغط على كلمة public html بعد كده هنعمل select this وبعد كده هنقول له move هنروح على كلمة public html كده احنا موجودين في كل الملفات اللي موجودة عندنا هنروح على حساب الاستضافة هننزل تحت عند كلمة قواعد البيانات وهنعمل قاعدة بيانات جديدة انا كنت عامل قاعدة بيانات قبل كده بالشكل اللي هو ده وهحذفها دلوقتي حالاً علشان ابدأ اعمل قاعدة بيانات جديدة بالنسبة لقاعدة البيانات هنسميها باسم الموقع انا هسمي الموقع مثلاً صرحني فهاجي هنا كده هكتب كلمة صرحني وهاخدها نسخ وحطها في الاسم المستخدم اللي تحتها وهاجي عند كلمة المرور هعمل انشاء كلمة مرور عشوائية علشان تكون قوية وهاخد كلمة المرور نسخ من هنا كده وطبعاً بالنسبة لقاعد البيانات هنفتح لها تيكست جديد وهنروح عاملين لسخ للباسورد ونيجي هنا كده عندي اسم المستخدم ناخده نسخ وهو والكلمة اللي جنبه يعني ناخد ده كده نسخ زي ما انا هعمل دلوقتي ونروح على كلمة صرحني ناخدها نسخ برضو ونحطها بالشكل اللي هو ده وبرضو نروح على اسم قاعدة البيانات ناخده نسخ ونروح عاملين له لسخ هنا كده ونروح على كلمة صرحني دية نعمل لها نسخ ونحطها جنب الكلمة او اللي سلاش اللي هو ده ونعمل سيف وبعد كده نيجي هنا كده نعمل انشاء كده احنا عملنا قاعدة بيانات جديدة هنحتاج القاعدة دي دلوقتي حالاً كده تم انشاء قاعدة البيانات بنجاح كل اللي علينا دلوقتي ان احنا هنروح على اسم الدومين بتاعنا اللي هو rotananews.com طبعاً انت اسم الدومين بتاعك هتاخده نسخ كده وتحطه في عنوان البحث من فوق طبعاً هنا كده هيقولك ان مفيش اصلاً data base عندك كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنزود سلاش على كلمة dot com ديت وبعدها كلمة install يبقى ناخد الكلمة دي كده كلها نسخة او copy ونحطها في العنوان اللي فوق علشان يفتح لنا المكان اللي هنعمل منه قاعدة بيانات جديدة نيجي هنا كده عند قاعدة البيانات اللي احنا انشأناها اسم المضيف اللي هو localhost هناخده نسخ ونيجي هنا كده نعمله لصق نروح عند اسم المستخدم بتاع mysql او قاعدة البيانات ناخد اسم المستخدم نسخ ونحطه في الوزر نيم نروح على قاعدة البيانات نفسها او ال data base ونعمل لها لصق في ال data base اللي هي تحت دي كده يبقى ناقص البصورد اللي احنا حطناه في التكست من شوية واللي هو ده ناخده نسخ كده ونروح على كلمة بصورد ونعمله لصق بالنسبة للاختيارين اللي اتنين دول احنا هنختار الاختيار التاني ونعمله install كده هو فتح معايا الصفحة الرئيسية اللي هنبدأ نشتغل عليها اول حاجة نيجي هنا كده نعمل login بadmin at admin.com وبالنسبة للبصورد نكتب فيه كلمة بصورد وبعد كده نقوله login وقلنا login هيعمل لنا login successful ويبدون اي مشاكل تماما اولا كده علشان نخش على لوحة ال admin اولا كده دي هتكون الصفحة الرئيسية لو انت باللغة الانجليزية وهتكون الصفحة الرئيسية بالعربية لو انت مختار اللغة العربية يلا كده ندخل على المدومين بتاعنا من متصفح تاني ونشوف الدنيا هتمشي معانا ازاي اولا كده لو احنا عايزين اللغة العربية هنيجي عند كلمة انجليش وهنختارها للغة العربية منها الاسكريبت هيتعرب معانا وهيكون كل حاجة معانا موجودة باللغة العربية وكل الكلام ده هقولك اتغيره منين كمان شوية اول حاجة نروح على الادمن من هنا كده ونروح على كلمة المشرف هنلاقي هنا كده كل الحاجات اللي احنا هنحتاجها انا هشتغل باللغة الانجليزية وحضرتك تابع معايا الخطوات لو هتبدأ تطبق دلوقتي اول حاجة دي اللوحة الخاصة بالادمن فقط وعلشان تغير اليوزر نيم والبصورد هتروح على كلمة يوزرز هتنزل تحت شوية هتروح على الصفحة التانية وهتيجي هنا كده دائمي للادمن بتاعك هتيجي تبدأ تعدله من هنا هنا كده هتختار البصورد الجديد وهنا كده هتغير اللي هو الاميل اللي هو مثلا مصطفى اتمصطفى دوت كوم وبعد كده تعيد البصورد هنا وتقول له سبمت وكده غيرنا البصورد لو رحنا على الادادات هنيجي هنا كده هنلاقي اللوجو وبقولك يفضل اللوجو يكون 300 في 200 انا هرفع لوجو من عندي بالشكل اللي هو ده اللوجو هيظهر معانا هنا وهيظهر معانا في الصفحة الرئيسية هنا كده الموقع بتاعك بيقولك هتسمي ايه انا هقوله سميلي الموقع بتاعي صرحني وهنا كده نقوله مثلا هو موقع نقوله هو موقع ارسال رسائل مجهولة هنا كده بيقولك اللي هو الصبتيتل او الحاجة اللي هتظهر في الصفحة الرئيسية هنبدأ نشرحه لأول موقع بس اختصارا للوقت انا هاخد اي حاجة من التدوين من هنا كده وهحطها بحيث انه هو يكون ظاهر معانا بدون اي مشاكل نيجي هنا كده نغير الجملة دي بالجملة دي وهنقوله save وبعد كده نروح نعين الصفحة الرئيسية ونشوفها تبدأ تشتغل ازاي نعينها مرة تانية او نعمل refresh هنلاقي الصفحة كلها تعربت معانا بالشكل الاحترافي اللي هو ده طيب لو عايز ابعت اي رسالة طبعا هيكون معايا لينك الشخص اللي هبعتله وليكن هو واحد من دول هاجي هنا كده هكتب له اللي انا عايزه وهقوله ارسال والحاجة هتروح له بدون اي مشاكل وبدون اسمك ما يظهر تماما في شوية حاجات مهمة كده هنعدلها نروح على السيو السيو هو اختصار لكلمة search engine optimization او محركات البحث او تصدر محركات البحث هنا كده هتحط الميتا تايتل وهي الكلمات اللي بيدل عليها الموقع بتاعك او العنوان بمعنى اصح هنا كده هتحط الميتا تاجز او اللي هي الكلمات اللي الناس لما تيجي تبحث عليها على جوجل يظهر لها الموقع بتاعك زي كلمة صراحة زي كلمة صرحني زي كلمة رسالة زي كلمة رسائل مجهولة وهكذا هنا كده الميتا ديسكريبشن وهي حاجة مشابيهة باللي انا كتبها في المقالة هنا كده واللي هي موقع صراحة موقع متخصص في ارسال رسائل مجهولة يمكن الاشخاص لاستفادة منه عن طريق اصدار مشاعرهم تجاه الاخرين بدون معرفة الطرف الراسل وهويته وهكذا بعد كده هنقول له save seo بعد كده نروح على ايقونات السوشيال ميديا واللي هي الفيسبوك وتويتر والانستجرام واخره هنا كده كل اللي عليك ان انت هتحط اليوزر نيم بتاع صفحة الفيسبوك بتاعك هنا واللي هو عندي انا اسمه مصطفى واحد امين بدون اي فواصل تماما وهنا كده هتحط لينك الانستجرام كامل وهنا كده هتحط برضو اللي هو اسم المستخدم بتاع تويتر فقط وهنا كده هتحط رابط لينكد ان كامل بدون اي مشاكل بالنسبة هنا كده للميل الميل ده كده قصة تانية بس بسيطة جدا جدا اول حاجة هنحتاج ان احنا نعمل حاجة اسمها smtp server ودي هتكون عن طريق موقع تاني بيسمح لك ان انت ترسل اميلات او تستقبل اميلات بدون اي مشاكل برضو هتلاقيني سايب لك هنا كده رابط موقع ال smtp كل اللي عليك ان انت هتدخل تسجل علي حساب بدون اي مشاكل تماما وبعد كده هتروح على كلمة settings وبعد كده smtp user وهنا كده هتلاقي كل الحاجات اللي انت هتحتاجها اليوزر نيم بتاعك هتيجي تضغط عليه هنا كده هيظهر لك اللي هو اليوزر نيم بتاعك اسمه ايه تاخده نسخ اللي هو ال smtp username تعمله لصق وبالنسبة للباسورد برضو هتيجي تعمله هنا كده اظهار وتاخد الباسورد نسخ وتحطه هنا كده لصق تيجي تختار البورد بتاعك البورد هنجيبه منين هنلاقي البورد هنا كده هناخده نسخ ونيجي هنا كده عند اللي هو smtp بورد نعمله لصق ونيجي هنا كده نختار اللي هي tls وبالنسبة لل smtp server هنيجي ناخده منين هنيجي ناخده من هنا كده واللي هيكون اسمه بالشكل اللي هو ده كده وهنعمله لصق نيجي هنا كده هيقول لك sender email الراسل بتاع الايميل هيبعت لقيه هنقول له مثلا صرحني وبعد كده هنيجي هنا كده نختار الايميل اللي هيتم ارسال ليه الرسائل وليكن مثلا عندي مصطفى امين gmail.com اللي هو الايميل اللي هيتم ارسال الرسائل ليه علشان احنا نبدأ نرد عليهم ونحللهم المشاكل الموجودة في الموقع وبعد كده خلصنا من الليلة دي هنقول له save mail بعد كده هنروح على apps وapps ديت بتاعت google analytic tracking id وديت الخاصة بتتبع الزيارات الخاصة بك وتبدأ تحللها علشان تعرف مين زوارك دي طبعا هتخش على الموقع اللي هو موجود ده هنا كده تعمل عليه حساب وبعد كده هيدي لك id تحطه هنا كده وبعد كده تعمله save app original ديت هي خاصة باللغة الخاصة بالصفحة الرئيسية بتاعتك او الصفحة الرئيسية او default بتاع الموقع بتاعك اللغة تكون ايه انجليزية والعربية انا انصحك انك انت تخليها باللغة العربية لو هتشتغل محتوى عربي وهتقول له save وكده خلصنا من صفحة الاعدادات تماما كده انا اصلنا حاجة مهمة جدا وهي الصفحات الصفحات هتيجي هنا كده هتيجي هنا كده هتلاقي صفحة صفحة الصفحة بالنسبة لصفحة احنا طبعا هنشتغل محتوى عربي فهنغيرها لكلمة من نحن وهنا كده نوصف الموقع بتاعنا بيعمل ايه بالزبط وطبعا برضو يعني انا بالنسبة لي مثلا هكتب فيه اي حاجة او اليكن هاخد فيه اي وصف من الوصف اللي هو موجود ده وهحطه في من نحن او ممكن كمان ااخد اللي هو الصفحة دي كلها كده او الكلام ده كله كده وبعد كده هعمله سابمت نرجع مرة تانية وبعد كده هنعدل صفحة البريفيسي برضو من هنا وصفحة الترمس هنعدلها برضو من هنا بالنسبة بقى للكونتاكت هتلاقي هنا كده كل الرسائل او كل المشاكل اللي بتقابل الناس وتبدأ ترد عليهم من هنا بالنسبة بقى لليوزر اللي موجودة هنا كده دي كده اليوزر نيم والفول نيم والايميل وكل البيانات او كل الداة الخاصين باليوزر اللي سجله في الموقع بتاعك لو جينا هنا كده عند المسجز هنلاقي هنا كده كل الرسائل اللي تم ارسالها من الطرف الآخر او من المرسل يعني السندر ده اللي هو الشخص المرسل والريسيفر اللي هو المستقبل وهكذا تمام يعني تقدر تشوف من هنا اللي تبعت تقدر تعمل ديليت تقدر تعمل فيو تقدر تشوف كل اللي انت محتاجه بالنسبة لجروبز ديت الجروبز ديت حاجة بسيطة ومهمة جدا هنا كده تقدر تعمل جروب لك انت وناس يكونوا قد من تحتك لما الموقع بتاعك تشهر وتقدر كمان تحدد لهم يتحكموا في ايه وما يتحكموش في ايه وايه الصلاحيات اللي انت تقدر تدها لهم علشان ما ياخدوش الموقع بتاعك ويسرقوهم لو الناس دي طبعا لو انت مش واثق فيهم الموقع بسيط جدا الموقع سهل ما فيهوش اي مشاكل وهنا كده صفحة بالاحصائيات الموجودة عندك كده يبقى انا اصلنا تركيب اعلانات جوجل ادسنز فقط ولو انت وصلت معايا للنقطة ديت يبقى حضرتك شخص مهتم واستناني في اخر الفيديو علشان اقولك طرق جلب الزيارات للموقع ده بتكون ازاي اولا كده هتروح على الملفات الخاصة بالموقع بتاعك اللي هي طبعا باسمه مدير الملفات هتخش عليها وبعد كده هتضغط على الموقع الدومين بتاعك بعد كده public html بعد كده applications هتلاقيني طبعا سايب لك اللي هو السطر اللي هو ده كده بعد ما هتخش على application بعد كده هتخش على كلمة views بعد كده هتخش على كلمة profile بعد كده هتضغط على كلمة send messages php اللي هي موجودة هنا كده تضغط عليها ضغطتين هيفتح لك السطر اللي هو ده اول حاجة هتخش على طبعا جوجل adsense بتاعك وبعد كده هتعمل اضافة واحدة اعلانية جديدة بعد كده هتعمل نصية وصورية وتسميها اي حاجة وبعد كده هتقول له انشاء هتاخد اللينك ده كده وبعد كده هتروح على اللي احنا فتحناها من شوية ديت وهتنزل تحت شوية وهتلاقيين هنا كده كاتب لك هتحطها فوق كلمة card shadow card shadow ديت هتنزل كده شوية مثلا هتلاقيها في السطر اللي هو ده كده وطبعا هتحطها انت فوقها السطر تقريبا واحد وستين انت هتحطها فوق كلمة card shadow اللي هي دي هتروح واخد الشفرة الاعلانية اللي هي دي نسخ وبعد كده هتيجي هنا كده هتروح هعمل لها لصق ده كده اول اعلان والاعلان ده هو اللي هيظهر في الصفحة اللي الشخص المرسل بيرسل منها للشخص المرسل اليه يعني انا دلوقتي هبعت لها حضرتك الصفحة اللي انا هبعت لك منها هيظهر فيها اعلان google adsense هيظهر فين بالضبط وليكن مثلا انا هبعت للشخص ده ففوق كلمة ابدأ رسالة ديت هيظهر اعلان هنا كده وي برضو هوريكم ازاي تضيفه اعلان تاني تحت كلمة ارسال يبقى كده اول اعلان عرفنا انه هو هيتحط كلمة فوق يبقى كده اول اعلان عرفنا انه هو هيتحط فوق كلمة card shadow تاني اعلان هنحطه فين اما بالنسبة لتاني اعلان هيكون تحت كلمة php form close تمام الكلمة دي هتلاقيها فين هننزل كده تحت شوية هننزل تحت شوية لحد ما نلاقي الكلمة ديت وهي php form close وهنبدأ نعمل لسق برضو لنفس الشفرة هنا كده تحت بحيث ان الاعلانين هيظهروا لاي حد عايز يبعث للشخص التاني وبعد كده هنعمل له save طيب هل في اماكن تانية نقدر نضيف فيها للاعلانات ايوا هنقدر نضيف بس الاعلان التاني ده هيكون في الصفحة الخاصة بالناس اللي مسجلها فقط طيب دي هنوصل لها ازاي هقول لكم انا كله كتبه لكم هنا كده اول حاجة هنروح على application بعد كده views اول حاجة هنخش على domain بعد كده public html بعد كده application بعد كده views بعد كده messages بعد كده index php اللي هي دي كل اللي احنا هنعمله ان احنا هندور على كلمة section مغلق اللي هي هتكون بالشكل اللي هو ده كده في الصطر تقريبا 79 او 80 وهنعمل وبعد كده هنروح نعمل واحدة اعلانية جديدة بس هنخليها افقي وهنسميها اي حاجة وبعد كده نعمل لها انشاء وبعد كده نعمل نسخ مقتضع في الرمز ونيجي فوق كلمة section ديت نعمل لسق وبعد كده نعمل save ومبروك عليك موقع احترافي حطيت재ه فيه كل الاعلانات بدون اي مشاكل وركبت عليه اعلانات جوجل ادسينز بدون اي مشاكل ملحوظة يفضل الـ domain اللي هتشتغل عليه يكون اصلا هو مقبول في جوجل ادسينز قبل كده علشان الدنيا تكون سهلة معك لو مش عارف الزاي تخلى الـ domain بتاعك بتقبل في جوجل ادسينز بدون اي مشاكل فيه شرحات كتير جدا بتشرح لك ازاي يخلى الـ jangan سنزي مجاناً وبدون أي مشاكل بس منعاً للإطالة أنا مش هقدر أشرح النقطة دي تقدر تبحث عليها في اليوتيوب وهتلاقي شروحات كتير جداً كده إحنا خلصنا الموقع بتاعنا بالكامل وزي ما شفنا في أول الفيديو الموقع ظهر باحترافي ازاي كده كل اللي نقص لنا دلوقتي إن إحنا نجيب زيارات أشهر طريقة أنت تجيب بيها زيارات هي إنك أنت تنشر على الجروبات في الفيسبوك تنشر على صفحتك الشخصية يجدعان صرحوني بعيوبي صرحوني بكل اللي تعرفوا عني علشان أقدر أحسن من نفسي وهكذا وممكن برضو تعرف الناس في الجروبات إن بالموقع بتاعك إن ده موقع رهيب وموقع كويس جداً تقدر تصرح الناس بدون ما يعرفوا مين اللي بعت الرسائل ديت والمواقع ديت أصلاً بتنتشر بسرعة البرك وزي ما شفنا من شوية عملنا سيو كويس بحيث إنه يجب لنا زيارات من موقع جوجل والسكريب تده سريع وإن شاء الله يساعدك في تصدر نتائج البحث بس كده دي كده كانت كل حاجة أتمنى يكون الشرحة عجبكم ما تنسوش لايك للفيديو اشترك في القناة تفعيل زر الجرس استنونا في الحلقة الجاية كان معكم مصطفى أميم من قناة الأحباب كل الروابط أسفل الفيديو سلام ترجمة نانسي قنقر